أصدر المطرب والممثل الكويتي خالد المظفر أغنية جديدة بعنوان أبادر كلماته ألحان علي بغيس وتوزيع علي المطروق وفكرة إخراج جاسم الحربان خلونا نشوف جزء من الأغنية ونرجع لكم تاني سؤال كثير يراودني ويتم في ذهني تبادر أنا أحباه لكن هل أباد ورجعنا لكم تاني ودلوقتي خلونا نرحب بالمطرب خالد المظفر عشان يكلمنا عن نجاح أغنيته مساء الفل يا خالد مساء النور يعبلك العافية وجواك الله وأنا تعيد ومتشرف أني متواجد معكم إيه الأغنية الحلوة دي يعني مكسرة الدنيا على تيك توك ومكسرة الدنيا على كل المنصات وناس بتغنيها وناس بتعمل عليها تيك توك كلمني أنت فكرت تغني إزاي أنا عارف أن أنت ممثل طبعا بس قلت لك فكرة الأغنية إزاي وتصويرها التصوير كمان كان حلو جدا الله يحب خليك الغالي أولا أنا بصراحة ممثل في الدرجة الأولى وبلشت أغني من خلال المسرحيات اللي قدمتها في السابق ومن قبل ثنتين خلال فترة كورونا إن شاء الله لا يعيدها نزلت أغنية على وين والحمد لله نجاح أغنية على وين ساعدني والجمهور يطالب لي أني أقدم أغنية ثانية من ثم قدمنا أغنية أبادر لما أنا أغنية أبادر أنا كنت أصور مسلسل في كوبا مسلسل الدولة العميقة وتصل علي أحمد وأحمد أخوي صغير أيضا هو ممثل معاي دايما فقال لي يا خالد في أغنية تحفة أنا اخترتها عنك اسمها أبادر فقال لي هي أغنيتك الغادمة فأنا صراحة أثق بذوق أحمد أخوي كونه هو خريج معه العالم في نور الموسيقية وعنده أذن موسيقية للأمانة فسمعت القايد كان جميل ويوم رجعنا سجلنا التيك أكثر من مرة وعملنا فكرة الفيديو كليب في الأسنصير حاولت أنا من خلال الفيديو كليب أني أعمل اللطافة في التمثيل وأني أحاول أوصل فكرة وأستخدم موهبتي الأساسية اللي هي التمثيل الحمد لله الغنية وصلت مثل ما إحنا حاسينها والجمهور تغبلها وتفاعل معها وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل بإذن الله وإي رأيك نسمع منها حتى سؤال كثير يراوجني ويتم في ذهني يتبادر أنا أحباه لكن هل أبادر أخاف أطلع عن التلميح وأسلك سكة التوضيح وفجأة في مهاب الريح يضيع الحب ويغادر أبادر ولا ما أبادر أبادر ولا ما أبادر أبادر ولا ما أبادر جواكم الله أحنا لكويت طول السنة ارطوبة ما تجيس على خطر عندنا سلامتك لابس صوتك ما شاء الله يا حبيبي جواكم الله نروح بقى للتمثيل مصرحية المحترمين مصرحية كنت بتعرضها في أبو ظبي حتى الأسبوع اللي فات محققها نجاح كبير كلمنا عن المصرحية هل أنت مركز قوي في المصرح أكتر من الدراما ولا أنت موازن بين الاثنين والله في صراحة أنا أقول مهما أوازن فأحنا مقصرين في حق المسرح لأن المسرح هو الأساس وهو أبو الفنون وأنا دائما أفضل لو تقول لي أنت كوميديان ولا أنت مطرب ولا أنت ممثل ولا منتج أقول لك أنا مسرحي المسرح هو اللي قربني للجمهور لأن الأمانة مسرحية المحترمين عرضناها من عيد الفطر في الكويت والحمد لله لاقت نجاح في الكويت وأيضا رحنا عرضنا من قبل في الدوحة وعرضنا من قبل أسبوع في أبو ظبي وأنا دائما الأمانة أسعد لما ألتقي بجمهوري أهل الإمارات عيال زايد الخير أخواني وأهلي في بو ظبي أو في دبي أو في الشارجة أو في عجمان لما ألتقي معاهم للأمانة ومن بيتي بين أهلي وناسي وخصوصا من أول أيام العيد في الكويت يحضرون لنا جمهورنا من الإمارات طبعا إحنا كلنا أهل التجربة طبعا أكيد والتجربة كانت جميلة اللهم لك الحمد والجمهور استمتع وإن شاء الله جريب هم بنكون معاكم مرة ثانية في الإمارات طيب أنا مش هسيبك النهاردة بقى لما تقولي بقى إيه تحضيراتك اللي جاية سواء في الغونة أو في الدراما لأن أنا عارف كمان أنت بتمثل حلو جدا ونفسك تمثل في الدراما المصرية أو السورية نفسك تمثل في حتة تانية غير الدراما الخليجية طبعا طبعا أتشرف شفت لك سور كده مع أحمد عز وشفت لك سور مع أحمد عز وشريف مونير مع كام فن وعمري دياب شفت لك سور كده عن استجرام طبعا الفنانين الكبار المصريين اللي أمانا يعني هم ساتذاتنا وهما سبجوننا في الفن وبالعكس نحن نطمح أن يكون في المستقبل تعاون خليجي مصري عربي هذا الشيء كله يعني يصب مصالح الجمهور نحن يكون معنا الجمهور الخليجي وهم معاهم الوطن العربي وأفريقيا هذا الالتقاء الجمهور يستمتع منه تحضرتك اللقاء يا أخر حدي إن شاء الله عندي إن شاء الله بإذن الله مسلسل ورثة بن عقول مع قروب البلام شنان حسن البلام وعندي مسلسل إن شاء الله كوميدي اسمه عائلة أكرم عز الدين بإذن الله سيكون لي رمضان إن شاء الله هذا الجديد ونحضر المسرحية الجديدة إن شاء الله لنوسم عيد وفطر القادم إن شاء الله إن شاء الله شرفتنا ونبقى محطين دايما أنت معنا يا خير ربنا يحفظك يا حبيبي ونشوفكم على خير إن شاء الله إن شاء الله ونتلاقا معاكم جريب إن شاء الله ألف شكر شكرا للمشاهدة